السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كدري لابس اليكم كنتمنى الامور دي لكم تكون باخر والاخير انتما كتشاهدوا الفيديو ديال هاد النهار اليوم ان شاء الله هدرت هاد الفيديو تحت طلب بزاف ديال الاخوات المبددئات لي ما كيعرفوش يصوبوا من الجينة وحدة ملوي اللي كيجي عامر ومسمن اللي كيجي مورق غزال بزاف ان شاء الله هتجربوا بها الطريقة وانتبارك الله عليكم راكم حادقات وعارفات كل شي الاخوات را كيعرفو يصوبوا من ثمن ولكن منسبة الاخوات المبتدئات كيلي ما كينجحش معها كيجيها مطقس او ما كيجيهاش خفيف ومورق المهم غادي نعطيكم طريقة ديال تحضيرهم بعجينة وحدة حضرت جوج ديال الاشكال واحد عمرته بالخلع ممكن تعمره باي حشونت وما كتفضله والاخور خليته هنا يا خاوي اكيد غادي نوريكم باش تشوفوا معايا كيفاش كيجي حتى هذا وخام راهمك مثلي هنا يا الطيب دياله فخليته حتى نبغي نقدمه عادي الساعات غادي نكمل له الطيب دياله وغادي نسخنه في لفس الوقت تاوره كيجي مور راق بزاف طريقة لي بسيطة وبالنسبة للمكونات دياله غادي تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هاد الفيديو بادني الله وبغيت نشكر قاع الاخوات اللي دي ما كيدعوا معايا في تعليق اسفل الفيديوات كنقول لكم كامل يلا يجازيكم بخير تعليق ديالكم كامل ودعوات ديالكم كاملة كتصني شكرا لكم بزاف من قلبي دس بغادي ندوسون تعرفوا الى المكونات ديال العجين بنسبة لعجين انا اشاركتها معكم بزاف المرات ولكن بالنسبة لاخوات المبتدئات ما فيها باس نتكر لكم شنو درت فيها درت كيمية ديال دقيق الفورس مع كيمية ديال دقيق الفينو بغيتوا إديرواk قد الفورس قد الفينو بغيتوا إديروا النص ديال الكيمية ديل فورسنص isaそう دقيق الفينو فاتقدر تديرو انا تدرت هنا ايات ثلاثة ازلايف دقيق الفورص مع زلافة ونص دقيق الفينو درت معهم معلقة صغيرة دية الملحة معلقة كبيرة دية السكر سانيدة نصف كيس دية الخميرة دية الحلوى ضروري ان يكون تديرو نصف دية الخميرة دية الحلوية والنصف الاخر سوف نستعملوه في التوريق ودرت معهم رشيشة صغيرة او لقبيصة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز اللي ما بغتش تضيف الخميرة ديال الخبز فاتقدر ما تضيفهاش بالنسبة لي واللي تكن ضيفها في الملوي فبصراحة ما كيضرش في المعدة وكي يجي خفيف والديد بزاف المهم ما تكتروش منو ديرو غير قريصة اللي هي صغيرة وراء مبين صبعان كوم صافي هديان مكوينتو عجنت كل شي بالمال يكون دافي عجنت العجينة دلقتها غير واحد شوية مبغيتو تدلقوها مزيان وتخدمو بهذا الملوي مباشرة بعد ما تشكلو كويرات فتقدرو تديروها بالنسبة لي فغادي نحتفظ بيهم في تلاجة لاناني كندخل هاد العجينة كندخلها تلاجة لكن ما غاديش نخدم بيها ففي نفس الوقت كنديرها في تلاجة وكتبقى معايا مدة طويلة تقريبا كتبقى لكم هكا يومين ما كيوقع لها حتى شي حاجة غادي نعطيكم حيلة باش تخليوا العجينة ديالكم في تلاجة ما كيوقع لها اوالو وخافي هادك شوية ديال الخميرة ديال الخبز إلا كنتو غادي تخليوها ترتاح مدة لها طويلة فمتلكوهاش بزا فتلكوها غير واحد شوية وخليوها قدما ارتحت قدما كتبقى لكم هاد العجينة ديالكم من حال الى تلكتوها مدة لها طويلة انا يشكلت كويرات كبار وكويرات صغر بالنسبةل هادوك الصغر غادي نديرهم كيف ما ذكرت لكم عامرين بالخليع وبالنسبةل هادو اللي كبار غادي ندير بهم سيمنات اللي هما كبارين كيف ما كتلاحظوا معي هنا يرى العجينة راتلقات راسها وضروري انكم بعد ما تشكلو الكويرات بدونهم زيان بزيت را ما تخافوا منهم حتى شي حاجة راه ما كيزقوش مع بعضياتهم موالو انا اخديت هاد البلاتو فرقت ما بين كل طبقة بالبلاستيك الغيدائي وضرت هاد البلاتو وضرتوه في التلاجة انتو ما يلاك انتو ما غاديش تخدمو فيهم فهدك النهار حتى نهار ثاني او لنهار ثالث فماشي مشكلة ما كيوقع لها حاجة كتاخدوها كبوطة او لعلبة كتديرو فيها الزيت مزيان ومباشرة كتستفو هاد الكويرات ديلكم وكتديرو مرة اخرى بين كل طبقة كتديرو البلاستيك ديلكم الغيدائي وكتستدو الطاصة ديلكم كتوضعها في التلاجة ماشي في المجمد رهمتي يوقع لها كيف ما اذكرت لكم حتى حاجة لا تقدر تبقى لكم دوك الكويرات هاكا مدة ديال ثلاثيام وخافيها هادك قبيصة ديال الخميرة ديال الخبز موما الطريقة كتجي ساهلة بزا في لعندكم شي وقت كتجنو فيه وما بقاش لكم الوقت باشتورقو المسمن ديالكم اول للملوي فاكيد اخواتي كتاخدو هاد الجينة كتحتفظوا بها في التلاجة هناك في ما كتلاحظوا معي مباشرة بعد مجمد تهم التلاجة حاولوا انتو ما تخليوها تاخد درجة حرارة ديال مطبخ انا خدمت بها مباشرة عندك شعرش كتبالي بكم شي شوية بدت تكتقب ولكن مش مشكل غادي نخدم بها بالنسبة للطورق فكن اخد كمية ديال الزبدة انا كنستعمل ديال العلب كندوبها وبنسبة الزلافة الخرافة انا دتت فيها تقع ديال الفشنة و الزلافة ديال الحلوية فانا اطلقت العجينة ودرت كمية ديال الزبدة مع الزيت ورشيت بالطقيقة يلفينه وكنت طويل مسمن بالطريقة اللي شاهدتو معي السرارة مضحة لكم ودابة بعد ما اكملت ستشرقية عالية لها المسمنة وغادي ندوس دابة باش نعمر معكم الملوي بالنسبة لها الملوي اللي غادي نديرهم فانا غادي نعمرهم كيف ما اذكرت لكم بالخليع اللي بغا تعمرهم باي حشوة فتقدر تدير حشوة اللي كتجي طايبة وحتى هي كتجي لدي دراني فيتلي وشاركت معكم سيمنات بالحشوة اللي كتجي غزاله وما كتخرج لكم نهائيا هنا ايا كان نسرح العجينة بالقليل فقط من الزيت ما تكترش من الزيت لان هذا الخليع را كي يطلق الزيت دياله فانا ما كان ديرش فيه لازيت لازبدة كيف ما اجتو معي كان ديرغي شوية فوق سطح العمل حتى كان طلق العجينة كي يسهل علي انطلقها مباشرة كان وزع كيمية ديال الخليع وكان طويها على شكل كيف ما لحطو معي كان وضع كيمية ديال هاد الخليع او الاقريس كل واحد شنو شنو تيقول له من بعد كان طويها هكا على اربعة كيف ما اجتو معي وكان جمعات جنيبة شوفوا ما يطبارك الله راكدير دياله فوقعات العجين بحالي لديناها مدة وهي طويلة سوف يستمر بحالكة حتى كملت الكيمية عندي درت 11 حباء من هاد الملوين و 16 وحدة اللي هما خوين هنا يدرت المقلاة باش تسخن مزيان كان قررس هاد المسيمنات بنسبة السمك ديالهم انتو ماليكات انتو ماليكات اختاروا بغيتوهم اغلاء وضن شوية او الحجم ديالهم يكون سمك ديالهم يكون رقيق على حسب الرغبة ديالكم كان نرشب شوية ديال الزيت او من بعد كان نوضع المسيمنة كما كان نديرها كان قلبها مباشرة بعد ما كان دهناء الشي شوية او لك نرشع لها الزيت فهالطريقة راشاركتها معكم بزافت المرة تشوفونا اخواتي راني بغيت نوريكم راني تحرقت في الوجبة ديال الغداء رانينا يا اصعاب علي باش نخدم باليد ديالي اليوم ولكن مش مشكل اللهم اجرنا من النار جهنم يا ربي المهم هنا يا اخواتي سنكمل معكم دائما تبقوا تحركوا في المسيمن ديالكم او لك تدوروه باش هكا يتحمر لكم من الجوانب كاملة وكتقلبوه مرة مرة وشوفوه معي تبارك الله ركيجي كامل من فخ ومورق وبالنسبة للعافية فضروري انكم تديروا هنا يا العافية تكون مهيلة غادية واحد شوية المجهدة ما تديروهاش ناقصة طفي كان استمر بحالة كأخواتي حتى كي بل يتحمر من الجوانب كاملة وكان حيدو وكان وضعوه في طبي صيل او لفشي ايناء وكان غطيه بوحد المينديل كان عاود نرش مرة اخرى بشوية ديال الزيت مباشرة كان نرش عليها من الفوق ديال العاجين وكان قلبها وكان استمر بحالكة راهنا يرى ما حبستش لكم تصوير كانت قاك ندور وكان قلبها كيفما لاحظو معي راه الطريقة راشاركتها معاكم بزاف ديال المرات شوفو معي تبارك الله ومشاء الله كيفاش كيجي من فخ كيجي مورق من الداخل ان شاء الله غيت تبعو النصائح اللي اعطيتكم في هذا الفيديو سوف نستمر بحالكة اخواتي حتى نكمل كمية اللي عندي ديال هاد المسيمنات اللي خوين واندور ان شاء الله باش نطيبه مع بعضياتنا هادك اللي بالخليع او لا بقى قبيس سوف هنا مباشرة بعد ما طيبت هادك بالنسبة لهذا اللي فيه الخليع ما غديش ندير نهائيا في المقلة الزيت حيث هو راك يطلق الزيت اللي فيه وبالنسبة للصمك ديال هادو درتهم بهذا الشكل وبالنسبة لهذا اللي فيهم الخليع فانا ما غديش نطيبهم على عافية ما غديش نحمره مزيان حتى اللي غدي نبغي نحطه في الطاولة ديال افضار بديك الساعات عاد غدي نكمل ليه طياب دياله ان شاء الله وغدي يتحمر لي اكتر المهم هناك نبقى ندير ليه نفس طريقة ديال المسيمن كنقلبه كل مرة تكيو اللي بهذا الشكل كيف ما كتلاحظه سوف نستمر بحالة كاخواتي حتى نكمل كيمياء اللي عندي كيف ما اذكرت لكم فانا هاد الاجينة خرجت ليه خمستاشر حبه او لحضاشر حبه عفوان ديال هاد الملوي اللي عامرين حتى هما كان وضعهم احدى فوق وحده وكان نغطيهم بواحد المين ديل حتى كي يبردوا بنسبة لطريقة ديال الاحتفاظات كنتو غدي تقدموا هاد المسيمن والملوي تقريبا في هديك اليومين اللي انتو ما طيبتو فيه فكتديروا كل حاجة في البلاستيك الغذائي سلوفا بعد ما كيبرد تماما كتقسموا الكيمياء اللي عندكم كتديروا كل كيمياء اللي غادي تحتاجوها باش تسخنوها كتديروها في البلاستيك الغذائي وكتوضعوها في تلاجة كنتو من طبيعة الحال غادي تستعملو اولا غادي تحتفظو بي في المجمد فكتاخدو هاد المسمن اولا الملاوي وكتديروهم في البلاستيك الغذائي وكتحطوهم في المجمد وقت ما حتجيتو انكم تسخنو هاد المسمن فكتجبدوها تقريبا بواحد عشرين دقيقة ركيت القراسو بسرعة وكتسخنوه كيوالي بحالي لعد طيبته كيف كتلاحظو معي اطبارك الله ها كيجي خفيف كيجي مورق انا يا انا غادي نقطيه باش نخليه حتي برد مزيان وعدك ساعات غادي نحطوه في البلاستيك الغذائي وبالنسبة لهذا الملوي فمليك يبدأ كيدفع عندي غر واحد شوية كنبدأ ندير لي هاد طريقة باش كيجي كامل مورق من الداخل كيف ماشتو معي انا را ما حمرتهم مش مزيان مازال خصوم شوية ديال طيب ولكن غادي نحاول باش نفتح معاكم واحدة وتشوفوا معايا كيف كيجي فهنا نحاول نقلب على شي وحدة لي تكون شوية باردة كيف كتعرفو هادا كيجي اكام عمر كيقبط السخونية باش نوريكم حتى وكيف كيجي من الداخل بصراحة را كيجي وبنانين بزاف جربوهم بها الطريقة انا متأكدة غادي يعجبوكم بايدني الله ولماذا ما شافتش الوصفة ديال عجينا وحدا خرجت منها مسي منات اللي هما عامرين بوح الحشوة ليزوينا بزاف وبنينا وكدفلين الجسم كنت حضرتهم في المقلة ونسمى الثاني اللي درت بنفس العجين كنت حضرت معاكم سيمنات اللي درتهم في الفران معمرين كيجي وخاطيرين سبقوني خاطيرين في المدق ديالهم ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديال فيديال فيديو في صندوق الوصف وده باك نقول لكم كلكم شكرا لكم ازاف على المشاهدة ديالكم شكرا لكم ازاف كيف ما اذكرت لكم على التعليق الزوينة لخارجة من قلبكم اللي كتخليوا ليأسفل هاد الفيديوهات الله يجازيكم باخير خليتكم على خير نتلقى ان شاء الله في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته